احنا مستثمرين في ادوات ايتمانية حكومية اللي هي السندات الحكومية بستة مليار دينار وهنا انا بشكرك على السؤال لانه سؤال مهم وبتعرف اليوم يعني فيه لغة على الموضوع كثير فيه ناس بشكك بجدوى استثمات الضمان بحكم انه مستثمر في السندات تسمح لي اتناول الموضوع من ثلاثة ابعاد رئيسية تفضل البعد القانوني والمالي الذم المالي للضمان الاجتماعي مستقلة بشكل كامل عن الذم المالي للحكومة وهذا محدد بشكل صريح بقانون الضمان الاجتماعي بدلالة ان اذا في عندنا وزارة او مؤسرة رسمية تتأخرى عن دفع الاشتراكات اليوم واحد تتحمل فوائد عن اليوم لفائد واحد مئة شهرية وما سبق احنا بحكي لك اكثر قطاع ملتزم في دفع الاشتراكات هو قطاع الحكومي ما في تأخير تباتاتا مدينية قطاع الحكومي للضمان الاجتماعي كاشتراكات محدودة جدا اذا تقارنها بقطاع الخاص فكالتزام قانوني واضح الذم المالي للضمان الاجتماعي مستقلة بشكل كامل عن الذم المالي للحكومة طيب البعد الثاني هو بعد استثماري البعد الاستثماري احنا كضمان استثمارنا في السندات هو من اكثر الاستثمارات ربحية كيف؟ 6 مليار دينار متوسط العائد عليها 6.1% متوسط العائد؟ نعم سيدنا السنوي نعم العائد السنوي على باقي استثمارات الصندوق او الضمان الاجتماعي بحدود 2.5% اليوم عنا فوائد قديش قيمة الاموال غير 6 مليار سندات نعم قديش اموال الاخرى في الاستثمارات الاخرى تقريبا؟ في عندك استثمارات في القروض ادوات السوق النقدية قروض ودائع هي بتشكل حوالي 75% من الاستثمارات الضمان الاجتماعي ادوات السوق النقدية سندات ودائع وقروض باقي الاستثمارات موزع بين اسهم حوالي 14.5% في عندنا استثمارات عقارية واستثمارات سياحية اوكي فاحنا كمن ناحية استثمارية اثر استثمار مجدي هو الاستثمار في السندات طيب ولم يسبق للحكومة انها تخلفت عن دفع استحقاق سند تاريخيا انا معك بس ابتور انتريوم انت ضامن الحكومة الضرحة تقدر تسدك نعم ضامن كيف هذه سندات حكومية مضمونة اول شيء المسؤول عن اصدارها هو البنك المركزي اكبر مستثمر في السندات الحكومية هو الجهاز المصرفي البنوك عنا حوالي 14-15 مليار سندات الضمان مستثمر بستة الباقي مين مستثمر فيها البنوك التجارية فيعني وبتعرف البنوك التجارية من حيث التوجه للمخاطر محدود يعني استثمر متحافظ بكون فاكبر مستثمر في السندات الحكومية اللي هما قطاع المصرفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر